النابي العام بيحييل 555 من عناصر التنظيم الارهابي بسيناء الى القضاء العسكري ليه؟ هيجي بقى واحد يعمل لي حاملة يقول لي القضاء العسكري قضاء عسكري ليه؟ تبقى للدستور والقانون هؤلاء تم ضبطهم في اماكن عسكرية فين؟ داخل سيناء 555 واحد من عناصر التنظيم الارهابي بسيناء تم تحولهم للقضاء العسكري وذلك لاتهمهم بتشكيل 43 خلية ارهابية تابعة للتنظيم قام عناصرها بارتكاب 63 عملية ارهابية تضمنت قتل والشروع في القتل ضباط وافراد القاتل مسلحة والشرطة بمحافظات بمحافظة شمال سيناء لما حولهم للقضاء العسكري لانهم كانوا بيستهدفوا بيحاربوا الجيش هاخدوا وديه يعمل لي ناقض ويعمل لي كاز لا تملك الدولة المصرية رفاهية تدليل الارهابيين لا نملك ولا تملك الدولة ولا يملك الشعب رفاهية تدليل الارهابيين